أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغات مستكيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لكد حك القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناكهم أغلالا فهي إلى الأسقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأكشيناهم فهم لا يبصرون وسواهن عليهم أأنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبأ الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموت وناكتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين وازرب لهم مسلاً أصحاب الكرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم سنين فكذبوهما فأززنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مسل ما شر مسلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا تائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسلفون وجاء من أكس المدينة رجل يسعى قال يا قوم إتبعوا المرسلين إتبعوا من لا يسعلكم أجرا وهم محددون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني أني شفاتهم شيء ولا ينقذون إني إذا لفي ذلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيهة واحدة فإذا هم قامدون يا هسرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أحيثنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محزرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وعناب وفجرنا فيها من الأيون ليأكلوا من سمره وما أملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأذواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لله ذلك تقدير العزيز الأليم والكمر قدرناه منازل حتى حتى آدك الأرجون الكديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الكمر ولا الليل سابق النهار سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا حملنا زريتهم في البلك المشهون وخلقنا لهم من مسله ما يرقبون وإن شع نغرقهم فلا سريغ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاء إلهين وإذا كيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا أنها مؤرزين وإذا كيل لهم أنفقوا مما رزككم الله قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَعْتْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي زَلَالٍ مُّبِينَ وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِنْ كُنْتُمْ سَادِكِينَ مَا يَنْزُرُونَ إِلَّا سَيْهَةً وَعِدَةً تَأْقُطُوهُمْ وَهُمْ يَكِسِّمُونَ فَلَا يَسْتَتِيْءُونَ سَيْهَةً وَلَا إِلَى أَعْلِهِمْ يَرْجِئُونَ وَالنُّفِقَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من باثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيهة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهضرون فاليوم لا تزلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأذواجهم في زلال على الأرائك متكوون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدون سلام قولا من رب الرحيم وامتاد اليوم أيها المجرمون أَلَمْ أَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينَ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُّسْتَكِيمٌ وَلَكَدْ أَزَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَسِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْكِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّذِي كُنتُمْ تُغَدُونَ إِسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ أَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْرَحَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَتَمَسْنَا أَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَكُوا الصِّغَاطَ فَعَلْنَا يُبْسِرُونَ وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ أَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَتَاعُوا مُزِيًّا وَلَا يَرْجِهُونَ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْكِ فَلَا يَاكِلُونَ وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشِّئِرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِيرٌ لِيُنْتِرَ مَنْ كَانَ هَيَّا وَيَهِكَّ الْقَوْلُ أَلَىٰ الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ جَرَوْا أَنَّا خَلَكْنَا لَهُمْ مِمَّا أَمِلَتْ عَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَازَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْهَا فِيهُمْ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَتِيئُونَ نَسْرًا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْزَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُؤْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَكْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ قَذِيمٌ مُّبِينٌ وَزَرَبَ لَنَا مَسَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِذَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ كُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرًا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْكٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْزَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ أَلَا أَنْ يَخْلُكَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاكُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيَّاً إِذَا أَرَادَ شَيَّاً أَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ بِيَدْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَوُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمُ